استقبلت معا للدكتور أمل عبدالله الكبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتور فيموثي بي شرايفر رئيس اتحاد الأولمبيات الخاص الدولي والوفد المرافق له في مقر المجلس بأبوظبي وتم خلال اللقاء بحث سبل أليات تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات المختلفة بين المجلس الوطني الاتحادي والأولمبيات الخاص في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أصبحت أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف الألعاب العالمية للأولمبيات الخاصة في عام 2019 وهما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرة دولة الإمارات على استضافة الفعاليات الكبرى لما تمتلك من بنية تحتية متطورة ومقاومات كثيرة تخدم هذه الفئة